السلام عليكم متابعين الأعزاء أتمنى تكونوا بخير في وصفتنا النهاردة من الوصفات السهلة والبسيطة وبإذن الله لما تجرب بها هتعجبك جدا إزاي تعميل طريقة أرجو للدجاج أو رجول الفراغ بطريقة جميلة جدا بالطريقة اللي حنشوفها مع بعض أتمنى في البداية ما تنسوش دعمكم لنابل لايك والاشتراك في القناة ما تنسوش كمان تفعلوا جرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد ولو بتشوفوا القناة الأول مرة يريد تعملوا جولة سريعة على محتوى القناة بإذن الله هتعجبكم بنقدم عليها تشكيلة جديدة من الوصفات والحلوية والمعاجنين بأشكال جديدة وكمان أهم الأغبار المتدولة على السوشيال ميديا الفيتيف اللي شفناه في أول الفيديو ده شفت الفردناه بطريقة مختلفة طريقة سهلة جدا وهنا بدون فرد وبدون تعب هتعملي أحلى في طيف وكمان هنا الحوارش المنفوخ اللي قالب السوشيال ميديا جربنا مع بعض بالإضافة كمان لتشكيلها مختلفة منها الحلويات لو عندك بوائك أحكي العيد أعملي به الوصفات الجميلة لحضرتكم شايفينها هنسيبكم دلوقتي مع مجموعة من الوصفات اللي شاركناها مع بعض على القناة اللي بيزور كناتي الأول مرة دي مجموعة من الوصفات اللي شاركناها مع بعض على القناة أتمنى تحجبكم والوصفات كلها موجودة على القناة يلا بنا على طول نسام الله ونصلي على الحبيب المصطفى ونشوف وصفة النعارضة عملناها زي أول حال في وصفتنا زي ما احنا شايفين جبنا أفجول الدجاج بالشكل بتاعنا دا ونقعناها في ملح ودير وخلو اللمون لمدة ساعتين وبعد كده هنشتوفها بعض وحنشوف هنسويها ازاي الحقيقة طبعا الوصفة ديت أنا عرفة إن أخواتنا في الجزائر والمغرب ما بيأكلوش أفجول الدجاج ولكن الوصفة ديت دايما نزلت الفيديو قبل كده على القناة الوصفة ديت مفيدة جدا وأتمنى طبعا تجربوها بجول الدجاج لها فوائد كثيفة جدا وإن شاء الله حسيب اللينك لحضراتكم في أول تعليم طبعا هنا بعد ما أنا أعنا في فاخد بجول الدجاج بتاعاتنا في ملح ودير وخلو اللمون بعد كده شطفتناها جبنا حل على النار وحطينا فيها شوية من الزيت وبعد كده هنبتدي نشوح التشويحة ديت أو الصدمة اللي مديها ليه بجول الدجاج بتاعاتنا به نفس الخطوات كده بتدينا فائدة كويسة جدا وبتدينا نتيجة كويسة في طعمها أدي هنا جبت الكيمياء الموجودة معايا وابتديت هنا أشوحها بنفس الخطوات كده هشوحها كويس اتأكدين هي تشوحها كويس بقلبها شوية كده على النار وبسيبها شوية على النار لحد ما تتشوح معنا بنفس الخطوات هتحطي لها دلوقتي شوية من الفلفل الأسود وشوية من شطة بودر الحرائة وهسيبها تتشوح بيهم بالشكل اللي هنشوفه حطيت هنا شوية من الفلفل الأسود وشوية من شطة بودر الحرائة وبعد كده هقلبها بيها وحسبها تتشوح شوية حوالي مثلا خمس دقايق من خمس لسبع دقايق على النه تتشوح معانا كويس وحنشوف دلوقتي شكلها بعد ما تشوحت بالخطوات اللي احنا شايفينها دلوقتي مع بعض تشوحتها كويس بنفس الشكل حنشوف بقى باقي ضفاتنا جبت هنا حوالي خمس فصوص من التوم وفرمتهم في الكبه مع شط حذائق ودلوقتي حبتدي اضفهم على ايبا قل بتاعتنا وحنشوحهم بيها مرة تانية ادي هنا التوم بتاعنا مع شط الحفاء حنبتدي نشوحهم بيها بقى بنفس الخطوات اللي حنشوف ادي كده بنشوحهم بيها بنفس الخطوات لحد بيحت التوم ريطلع معانا وبعد كده حنشوف بقى ايضافات خطوتنا اللي بعد كده حنحط عليها هوت سوس او السوس الحفاء لو مش عندك طبعا السوس الحفاء ممكن تستغنق عنه ولكن السوس الحفاء ده بيزود من طعمها لانه داخل شبت كمان لو انت كمان معيش ممكن تجيش سوس حفاء ممكن تحطي عود من الشبت سواء شبت فرش او شبت بودر ممكن تحطي في عليها بيتيها نكا كويس بعد ما شوحتها بالسوس الحفاء دلوقتي بقى هنيجي ليه الصلصة وحنحط دلوقتي معلاءة كبيرة من الصلصة وحنضيف عليها شوية من المياه بنفس الخطوات كده وبعد كده هنغطي بقى الحلة بتاعتنا بعد اضافة طبعا الملح هنغطيها وحنسيبها تستوي وحنشوف بقى الاضافة الاخيرة اللي بتزود منك كهتها بالشكل اللي هنشوف حطيت هنا صلصة الطماطم وقلبتها فيها بنفس الخطوات كده هنيجي هنا لاضافة الملح هنضيف لها شوية من الملح على حسب طبعا التزوية والملح اللي بنستخدمه زي ما شوفنا دلوقتي هنا انضفت شوية من الكمون والملح هنا الملح بتاعنا ملح الهيمولاي او البنك سولت هنضيفه هنا على الوصفة بتاعتنا بنفس الخطوات كده وحن طبعا هنا هنقلب وصفتنا وحنسيب بقى وصفتنا لحد ما تستوي تلات تربع سوى كده ودلوقتي هنشوف شكلها اضفت كمان شوية من الكوبيب الصيني ادي شكل الكوبيب الصيني بتاعتنا هنضيف حوالي نص معلعة صغيرة من الكوبيب الصيني عليها وحنقلبها بنفس الخطوات وحنسيبها لحد ما تستوي تلات تربع سوى ادي هنا رجولي في الدجاج بتاعيتنا بنفس الشكل كده استوت لتربع سوى او خلص يعني هي استوت مش عايزة كتير دلوقتي الخطوة الاخيرة بقى هحط حوالي ربع كباية من الخل وبعد كده بعد اضافة الخل هاختها حطها في القلب بتاعنا وحنسيبها في الفرن حوالي ربع ساعة لحد ما تيخده زي ما بنعمل هنا الكوارع كده بتاعة الكوارع اللي هي الكوارع العادية طبعا ما نحط لها خل ونحن نعملها بالخل والثوم عملت هنا وصفة النهاردة بالخل والثوم الحقيقة بيفي طعامها وبيخلي طعامها لازيز هاخدها دلوقتي حطها في الفرن وحسيبها لحد ما تستمي ادي وصفتنا زي ما احنا شايفين بعد ما خلصناها زي ما احنا شايفين هتاخد بس لون بسيط بالشكل ده وهتطلع جميلة بنفس الخطوات الحقيقة كنت حابة اكمل لكم تصوير الجزء اللي بعد كده ولكن للأسف شايفين المفاجئة حصلت كده جيت اطلع هنا القلب بتاعنا من الفرن الغلطة بقى لانا غلطت فيها وحبت اعرضها لحضراتكم عشان ما تعاوش فيها طبعا هنا انا وانا بطلع القلب بتاعي من الفرن كنت مسكة القلب بايد واحدة عشان كده طرشق معايا بالشكل ده فيفضل لو لا عندك قلب بالشكل ده امسكيه من ناحيتين بالايدين امسكيه من ناحيتين عشان ما اترشقش معاك بنفس الشكل طبعا هنا وصفتنا زي ما بقول لكم كنت حابة اصور لكم الجزء اللي بعد كده ولكن هنا عشان كنت مسكة القلب وهو ساخن من الفرن طلع معايا بالطبيعة اللي شفناها اتمنى وصفتنا كل عجبتكم وما تنسوش تدعمونا باللايك والشي والسلام عليكم